هذا المقاطع فقط ننوه إلى هذا الخبر العاجل حيث أكد رئيس المصري عبد الفتاح أسيسي ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة لوضع حد للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي القطع وخلال لقائه مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي شدد رئيس المصري على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتدعيتها الإنسانية والأمنية كما أكد رئيس المصري ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة إذن الرئاسة المصرية في هذا النبأ العاجل تقول أن رئيس المصري عبد الفتاح أسيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة لوضع حد للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي القطع وخلال لقائه مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي شدد رئيس المصري على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتدعيتها الإنسانية والأمنية كما أكد رئيس المصري ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل دولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة